المجلس الأعلى القضاء والقاضي عيسى سامي المناعي قاضي محكمة التنفيذ عضو الإشراف القضاء حيث أكد القاضي محمد حسن البعينين إنجاز العديد من المبادرات لتسهيل الإجراءات منها إطلاق الخدمات الألكترونية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة المعلومات والحكومة الألكترونية وكذلك تطبيق خطة شاملة لفرز ملفات التنفيذ وتوزيعها على مختلف المحاكم وصولا إلى إعادة تشكيل محاكم التنفيذ على أساس التخصص والمطالبات المالية الصغيرة بالعمل المشترك مع وزارة العدل وأيضا التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المزادات مشيرا إلى إلغاء الإجازة القضائية بما يكفل استمرار عمل محاكم التنفيذ على مدار العام إلى جانب زيادة عدد قضاء محاكم التنفيذ من 6 إلى 8 قضاء وزيادة عدد محاكم التنفيذ مؤكدا أنه سيتم البدء في تنفيذ الإجراءات الجديدة وفقا لهذه المبادرة التي تتضمن بشكل أساسي تحديد مدة تقديرية لنظر الطلبات الواردة لدى محاكم التنفيذ والرد عليها وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب في الملفات الجارية مع الأخذ في الاعتبار الطلبات ذات الطبيعة المستعجلة من جانبه قال القاضي عيسى المناعي إن الإجراءات الجديدة تتضمن وضع آلية لرفع التعاميم وإغلاق ملفات التنفيذ تلقائيا بعد التحقق من قيام المنفذ ضده بأداء التزاماته كاملة وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقا للآلية السابقة مضيفا أن عدد القرارات التي تتخذها محاكم التنفيذ بلغت بمعدل يومي 2200 قرار تقريبا